بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام و على أشرف خلق الله سيدنا محمد و على آله و صحبه و من و لا أرحب فيكم أجمل ترحيب و كما أرحب بضيفي العزيز و الإعلامي المميز الشيخ مشاري العنزي أبو عبد الملك حياك الله الله يحييك تزاك الله خيري أبو عمر نستفيد من كل ثانية و إياك و كل دقيقة و إياك اليوم أبي أتكلم عن ليتام أكلمني عن تجربتك مع ليتام تصويرك إبداعك خصصك تأثيرهم عليك عشان نستفيد و كل من يتابعنا لي الله أنا بالنسبة للأيتام حديث ترى ما راح وقف الأيتام بالنسبة لي يعني أكثر خانة أرتاح فيها في العمل الخيري يعني أي مكان نروح لماكن كثيرة فلس لما يكون في مكان الأيتام أنا أنسى نفسي فيه أبو عمر نحن كان عندنا أيتام أباشرهم من ثمان سنوات تقريبا في اليمن و في الأردن لكن اللي في اليمن اللي في الأردن كتقدر أزورهم أروح و أجيل و أشرف أي اليمن لا ماكنت أزورهم تقريبا قاعدت 6-7 سنوات في كفالة هم دار اسمه دار الحبيشي أيتام الراحمون فيه 270 يتيم و من البداية تمت كفالتهم و كل سنة نطرحها في رمضان يا جماعة هذا من الكويت هذا رابط حق جمعية معتمدة من وزارة الخارجية و وزارة الشؤون لكفالة هؤلاء الأيتام و نتابعهم و نتابعهم و نتابعهم و نعرف تفاصيلهم فسنة ثانية ثالثة صارت علاقتي في الأيتام علاقة قوية جدا عائلية أبد جدا و أسأل عنهم متعفاصيلهم كل مرة و بينهم صلاة و فيديوهات و شوفوني أروح الأيتام مالة الأردن متى يأتي دورنا؟ الله أكبر يا أبو عمنا كنت يأتي دورنا و المشرفين ترى الأيتام يوم من الأيام جت رحلة لليمن جت إذن أن وزارة الخارجية سمحت لجمعات الخارجية أن تروح لليمن فرحت و صورت أنا بالمطار إلى اليمن أول ما وصلت عدن و يتصل علي المشرف أبو عمنا لك أنت وصلت لليمن قلت لأ وصلت بس ما أخبرتكم لأني ما أدري لأنها في منطقة في أب و صعب الوصول لها ما أدري يجعون للجأ ما في نية أبحاول قال والله أبو عمنا لك ما نقدر الأيتام دروا أنك جاي و أزعجونا أبو عمنا لك جاي أبو عمنا لك جاي قلت لهم أحاول و طلعت من عدن رحت التعز هم في أب يعني منطقة التعز قرب لهم و لا قدرت أجيهم بسبب الظروف الظروف والمنطقة قالوا إيه و ما أعطونا أذن و دائما نسافر نمشي بوفق خطة الخارجية فما جاء أذن فيها فقلت خلاص لعل أخيرة فقلت لهم خلاص أنا راجع أدن يلا ننشوفكم سفرة جاية تفاجأت بعدما رجعنا أدن ثاني يوم تصل علي المشرف قال أبو عمنا لك حنا وصلنا أدن و معاي عشرة من الأيتام الله أكبر قلت أجابك المسافة أبو عمر مسافة أو شي طويلة لبسبت الحروب فيمشوا تقريبا عشر ساعات و الطريق صعب صعب مزعج و جايب معاه الأيتام و خطر نفس الوقت قلت أجابك قال والله إبو عمنا لك مو بيدي أدري فيه ما قلت لك أنا مو بيدي الجماعة حيل حيل الأيتام فلما جوا صار اللقاء انتشر مقطع في المجول الأيتام شفت الحظن أنا شفت تأثرت للأسف الرحلة هذه صارت العلاقة أكبر بكثير لدرجة أن هناك كم واحد من الأيتام ما جوا معهم لما رجعوا دزول فيديوهات يبجون لا لا ما معنى جوا ذول أنا ما جينت فجيت السفرة اللي بعدها قلت لهم لا تجون و حتى قلت لهم يا جماعة أنا ما بي تصوير ولا بي انتشر في السوشال ميديا خلي الموضوع الدار ما شئ الحمد لله فخلونا بعيد عن الأضواء تسزولي فيديو ثاني يقول لنا هذا يعني واحد من الأيتام يبجي يرسل لي قال هذه هديتي شايلها لك لكن يوم الأيام أنا رح أجي وأعطيك إياها الله أكبر طال الزمن أو قصر الله حني فدهزي فالأيتام اللي عنده هم اللي عنده غم اللي عنده مشاكل أسرية اللي يشكي من قلة الرزق اللي عنده مشاكل في المعاملات في الحياة عليه بكفارة الأيتام الله أكبر اللي يريد الناس تجبر خاطرة خليه يكفر الأيتام لأن كفارة الأيتام أبوابها كثيرة أبوابها أبواب الخير فيها كثيرة اللي ترجعلك مو فقط أعلاها مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا الحديث اللي احنا عارفين نريد أن نختم في هذه السقمة ما هو رسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنا و كافل اليتين و كافل اليتين في الجنة كهاتين الله و كافل ما هو القرب هذا القرب بينك كهاتين في الجنة عسى الله يجعلنا من أهل الخير من أهل كفارة الأيتام و الأرامل و الضعفاء و عسى الله يعزه الكويت و أهلها خلوكم معنا فاصل سريع و ردين لشيخنا مشاريعنا نزيل نكمل قصص أفريقيا و قصص كفارة الأيتام و هالجو اللي نخبطهم عليه و الله نخبطهم عليه لا تباعدون شوية و راجعين لكم رجعنا لكم بعد الفاصل و حياكم و الله و كل من الأنظم لنا في حلقتنا اليوم عن الأيتام و أجواء الأيتام و روعة تربية الأيتام و كفالتهم و إحنا كلنا اليوم اللي يتابعونا نخبطك شيخ مشاري و كل أهلنا اللي سبقونا في العمل الخيري أول شي رفع تروسنا عسى الله يوفقكم و يثبتكم و ينفع فيكم يعني ترفعون راس الكويت و أهل الكويت عسى الله يثبكم هذا أول شيء ندعي لكم و نغبطكم كل اللي يتابعونا اليوم و الله يا عبد الملك أنا أتكلم بلسانهم إذا مو كلهم أغلبهم و أدهم يكونون يرافقونكم تكلمني عن أجوائك و حالتك و مشاعرك مع الأيتام و هالقصص الجميلة اللي ترفع عندنا العزيمة و روح التضحية و العطاء عسى الله يتقبل يا رب منكم يا أبو عمر أبو عمر واحد من الأيتام تقول لي أمه تقول لي أنا الولد كان عاق عاق فيني ما يسمح كلامي و كنت أتعب عشان بس يدرس و عشان ولد صغير مو كبير عمره عشر سنوات فلما تمت كفالته نعم احنا عندنا برنامج مو فقط كفالة يعني الأسرة تاخذ عناية كاملة يعني الولد يهتم في دراسته في حفظ القرآن إن شاء الله في معيشته أكله شربه كل شيء كل شيء برنامج حياة كامل يعني كفالة الأيتام اللي قاعد نمشي فيها ليس نظام التقليدي إن خلاص يأخذ مصروف و لا تنجع عنا لا في نظامين عندنا أن اليتيم يسكن في مهجع كامل هذا مثل هذه اللي في اليمن اللي ضربت فيها مثال هذا اليتيم يسكن فيها و يسكن فيها و يتعلم و يدرس و يطلع رحلات و يتعالج كله كله إن الشقة ساكن فيها اللي يسكن فيها اليتيم مع أسرته و فيه نظام شقق و مبنى سكني موجود هذا النظام فيه في الأردن و فيه تركيا فالنظامين هذين نظامين قاعد نشوف الأثر فيها عظيم جداً يعني عندنا مثلاً الأيتام ختم القرآن خلال سنتين ختم القرآن ختم القرآن كله هو دخل ما يعرف صورة الفاتحة الله أكبر بعد سنتين أو ثلاث سنوات بعضهم يختم القرآن كامل لأنه هو ماشي بجدول معاك هو تحديدك يعني اللي يكفي اليتيم مو بس يعني 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 رافق الرسول صلى الله عليه وسلم و طبق الحديث لا فيه جوانب أخرى حفظ الرؤان و فيه يمكن سيرة نبوية و أحاديث أبي شيخ يعني ضروري يمكن يعني حال لسان الكثيرين يتشفق يعرف الأسعار هل الأسعار متناولة للجميع ولا أسعار خيالية للكفالة كفالة كل خير لكن الذي فيه مهجع فيه اهتمام أكثر اليتيم يستفيد أكثر و أنت يا كافل اليتيم تستفيد أكثر بإذن الله يستفيد أكثر في النهاية أنت اليتيم قاعد تشوفه يحفظ القرآن يتعلم يتفوق المدرسة يراغبونه بصلاته بالضبط يعني واحد عنده من الأيتام هذا في اليمن أنا قابلته اليتيم هذا ختم القرآن و صار في عمره فوق 18 إذا صار فوق 18 خلاص يطلع من الدار صار مشرف في الدار الله و صار موظف في الدار في نفس العمل في العمل هذا أحد الأيتام أحد النماذج من نماذج فالكفارة الأيتام فيها أبواب جميلة جداً يعني باب خير لا ينقطع لا ينقطع الله أكبر أقول لك هذه الأم التي قلت لك عليها قالت لي عندما جاء عيالي في السكن هذا أنا لم تصورت أن يأتي أبو سيدي تقول هذا كانت بالنسبة لي من مستحيلات معجزة اجتويته و أنتوا بعيالي نحن لم أصدقنا شيء نحن وفرنا بيئة صالحة أن يعيش فيها اليتيم فبدأ يلتزم معاك في حلقات القرآن يدرس عندما يرجع يدرس عرف بل الوالدين نعم لأن البرنامج ليس فقط لا إذا حقق إنجاز يأخذ مكافأة فالولد تلقى يأخذ له مكافأة يتحفيز بعض يطلع في رحلة ما يطلع الرحلة إلا الذي يخلص الورد مال اليوم ما شاء الله أو المدرسة عندها رحلة خاصة المدفوقين هناك مكافأة مالية فيصير فيه تنافس عند الأيتام لماذا لأبو عمر؟ لأن اليتم يفقد عصب الذي هو الأب الذي يتابعه و يراقبه فأنت بالبرنامج هذا تحاول أن تغطي لجانب هذا انفق المال عزيز كلنا نحب الفلوس لكن انفق بإذن الله ستجد الخير الوافر والصحة والعافية والبركة أسأل الله يحفظكم و يجعلنا من أهل الطاعة و انتناصح و انتذاكر أنا و إياكم و الشيخ مشاري و كل من يتابعنا نشوفكم باشر بإذن الله في موضوع شيق و مفيد و حلقة تفيدكم و تفيد عيالكم مع السلامة نشوفكم بإذن الله نشوفكم بإذن الله نشوفكم بإذن الله